لم يكن له أي عدو اللي هذا الموسم حققت ذاتي بس ممكن سيف القدر كان أسرع من جنازة محمد دغري ذكرتني بجنازة حاتم حلي لم يكن له أي عدو لم يكن له أي منافس ما بتطلب منه غير الكلمة الحلوة بقى الواحد بيزعل على كل هدول هو كان عم يقلي قبل أنه بدي أعمل القسطرة طال له لا تخاف ما فيه أشي لأنه أنا عاملة أنا عاملة من أربع سنين ومركب شبكات طال له ما فيه أشي ليك عايشين وهذا وعملها وخلاص منه قال لي بس له خلص تصوير هلأ هو يمكن تأخر يمكن نحن ما بنهتم شوي بصحتنا ونشتغل بأعصابنا أكتر بقى هذا الشي اللي بيأثر ما فينا غير نقول أنه سنة الحياة ثلاثة أيام نقوله بس هو جرح حقيقة لن يندمين اللي هذا الموسم حققت ذاتي بس ممكن سيف القدر كان أسرع محمد حقيقة حدا معطاء بكل مطارح حياته بأي ملف كان هو موجود فيه سواء على المستوى التمثيل أو على مستوى الدوبلاج كان حدا معطاء فوتي رجوة على هلأ التمسائي الموجودين هدول كلهم بتلقين لهم حكايات معه حكايات دائماً رايحة باتجاه اللطافة يعني ما في ذكرة خلينا نقول فيها شيء له علاقة بالكروه بالحقد بالكذا وحده كان محبوب يعني وزادت محبة زملاء له لما صار مدير شركة صار عنده هاجس أيضاً يعني ضمن إطار هذا خلينا نقول الوضع الاقتصادي الخانق اللي عايشة فيه البلد صار عنده هاجس أنه يساعد زملائه اللي معهم يشتغلوا جيبوهن خليوهن يشتغلوا بالدوبلاج بالكذا لي بعزيكي أكتر إنه العالم الحب العالم يعني أنا بجنازته لمحمد شي بيواسينا بشي بيعزي الفنانين إنه نحن جهدنا ما بيروح الفاضي تعبنا ما بيروح الفاضي الحب العالم الضريف يعني جنازة محمد ديغري ذكرتني بجنازة حاتم علي محمد رجع عزز هالمقولة بيموته إنه الفن العالم بتحبه والعالم تحترمه وتقدره ألسنت الناس أقلام الحق محمد شهده فيه الناس حقيقتاً وهو أهل هاي الشهادة إنه هو بس الوسط الفني هاللي فجع فيه الناس كلها ياته واصلها محمد واصلها بكل ما يعني كشخص وكفنان وكفاعل بالوسط الاجتماعي فمن شان هيك كانت الجنازة عفوية وطلعت العالم بس تتعبر قديش هي بتحب مو بس كمان بتحب كمان إنه قديش برأيها الفن مؤثر فعلية يعني فنان مثل محمد ورغم كتير من الشوشرة اللي طلعت على آراءه كان ممكن إنه كله مؤيدين وبعض المخالفين لرأيه ولكن محمد قدر يجمع الناس كلاته على كلمة هي صادقة طلعت منه ما مندر أنه غير الله يرحمه كنت بدي يقل له يعني الله يهنيك عملت عائلة كتير منيحة يعني هاي هاي كنت عطول هذا الهاجز محبين إلو لمحمد حقيقة يعني بيخافوا عليه لمحمد بطريقة فضيعة بيحكي على الولاد وعلى أسرة وهذا ما لمسته اليوم يمكن مع ابنه مع مروان العاطفي فذكر هيك إنه كنت إلو بطل دخان بس ما كان عام يرضى فبقل له الله يصبر علبك